حامدات الخمس في القرآن الكريم بل هنا سبع حامدات وسنكتشف أن كل ربع من الأرباع الأربعة في القرآن الكريم يبتدئ بحامدة وينتهي بحامدة هنا خمس حامدات وزاد علماء القرآن سورتين تمثلان الحامد الحامدة الأولى هي الفاتحة ثم الأنعام ثم الكهف ثم سبأ ثم فاطر وزادوا تبارك الفرقان وتبارك الملك وأطلقوا عليها اسم الحامدات الحامدات الخمس أو الحامدات السبع ونحن نريد من خلال هذه المعاني أن نكتشف أسرار القرآن وأن مراد الله من الإنسان هو أن ينجح وأن يستثمر هذا العمر في الثنائع الرب لأن الله سبحانه وتعالى لن نسند عرشه بأذكارنا و بعباداتنا إنما نحن عندما ننزه رب العالمين فقد نجحنا في الامتحان الذي جئنا من أجله للحياة